تعتبر جونافا شريانا الاقتصادي الأساسي لسويسرا يجمع بين الخدمات المصرفية وشركات التأمين من جهة ومحلات الأزياء الفاخرة والساعات والمجوهرات من جهة ثانية تتركز في غالبيتها على الضفاف بحيرة الليمان التي لم تعرف مثيلاً لهذا الهدوء من قبل هدوء قصري لم يوفر أي قطاع من الاقتصاد الذي يعتبر من بين الأكثر استقراراً في العالم قطاعات تبدو مهددة بالانهيار من بينها قطاع الصحة الذي لم يتردد في طلب تدخل منظمات تعمل عادة في مناطق النزاعات والحروب منذ 21 عاماً يعمل مسؤول وحدة التدخل في مناطق النزاعات أو مناطق انتشرت فيها الأوبئة تم استدعاؤه إلى جناف ليرأس وحدة تعمل في ظروف استثنائية هذه الخبرة ضرورية هنا في سويسرا وفي أوروبا وفي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفي كل مكان ينتشر فيه الوباء ولكن ما يهمنا هو تأكد من أن يحصل الجميع على العناية تسيماً أكثر غرضة من بين هؤلاء غير المسجلين ضمن النظام الصحي هنا في سويسرا نحرص أن يحصلوا على الخدمات الطبية والعناية يعمل الفريق المؤلف من طبيب وممرضة ومسؤولة شؤون لوجستية بدوام كامل مع تركيز على الذين لم يلكون تأميناً صحياً سياراتهم مجهزة وجاهزة لزيارة مرضى الفيروس أو الكشف على من تظهر عليهم أعراض الفيروس تمهيداً لمهالجتهم معنا أدوات جاهزة من أجل حمايتنا مع البدل الواقية ونعطي المريض كماما باختصار نعتمد بروتوكولاً محدداً من أجل التأكد أن الجميع معقم ومحمي حماية الجميع لا تبدو عملية سهلة أو مضمونة مع التفشي السريع لفيروس كورونا وهو ما يستدعي توحيد الجهود في مواجهته والحد من انتشاره لا يميز فيروس كورونا المستجد بين دولة فقيرة وأخرى غنية فسويسرا التي تعتبر من بين الدول العشر الأكثر غنى في العالم تجد نفسها اليوم من بين الدول الأكثر تضرراً من هذا الفيروس شادي شليلا سكاينيوز عربية جونيف شكراً للمشاهدة